رقية بنت محمد نزلت عندكم يا رباه الحبش جعفر الطيار ابن عم رسول الله نزل عندكم أبو موسى الأشعري نزل عندكم هؤلاء جميعا خرجوا من مكة يحملون أرواحهم على أكفهم هائبين بديدهم لم يستطع أحد من العرب أن يؤويهم قال لهم النبي انزلوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد نزل إخوانكم إلى أرض الحبشة ولحقتهم العصابة الكافرة تريد أن ترجعهم أذلاء إلى مكة جاءوا إلى النجاشي جاءوا إلى النجاشي جاءوا إلى النجاشي وساوموه ساوموه في دينه وفي معتقده وفي المسيح عليه السلام الذي كان يؤمن به آنذاك ساوموه في كل شيء من أليان يرجعهم أذلاء صاغرين لكن النجاشية سعيركم وأبوكم وجدكم لا يقبل الرشوة أبدا لا يقبل الرشوة أبدا لا يقبل الرشوة أبدا ولا يقبل أن ينازع في مبادئه وقال لهم يا أهدى مكة والله لو أعطيتموني ملأة هذه الأرض ذهبا على أن أسلمكم هذه العصابة المؤمنة والله نفع عنك ثم قال لهم يا جعفر ويا عثمان ويا من جئتم عيشوا في أرضي بسلام عيشوا في أرضي بسلام اثيوبيا الحفشة هي أرض سلام وما ينبغي إلا أن تكون أرض سلام أثيوبيا مهما حاول أعداؤها أن يزرع الفتنة بين المسلمين والمسلمين وبين المسيحيين والمسيحيين وبين المسلمين والمسيحيين فلن يستطيعوا أبدا ولم يكون لهم ذلك سيدين سيد الدكتور أبي أحمد ألف تحية لك ألف تحية لك ألف تحية لك ألف مليون تحية لك سيدي أنت حينما فتحت الباب أمام هؤلاء الجماهير من الرساء والرجال أنت حينما فتحت الباب لأول مرة في تاريخ إثيوبيا إنما فعلت ذلك سجية وطبيعة منك وكأنك تتمثل قول جدك النجاشي عيشوا في الأرض بسلام عيشوا في الأرض بسلام عيشوا في الأرض بسلام إثيوبيا تعرفون بلد من؟ بلد من؟ بلد بلاي الحبشي الذي صعد الكعبة ولم يكن لأحد أن يصعد الكعبة وظهر الكعبة ليؤذن في حضرة الحبيب إلا بلالكم إلا بلالكم هل تعلمون يا أهل الحبشة أن لكم واجبا؟ تكبير 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 إلا لكم اسمعوني لقد كان لكم واجب نحو رسول الله وقد أديتموه أتعلمون ما هو؟ أتعلمون ما هو؟ أم أيمن أم أيمن أم أيمن أم أيمن أم أيمن أم أيمن ماتت آملة رضي الله عنها وتركت حمداً لأم أيمن أم أيمن حاضرة محمد رسول الله أم أم حاضرة محمد رسول الله كان صلى الله عليه وسلم وهو كبير وهي كبيرة إذا قدمت إليه قام لها قام لها أم أيمن قام لها أيها سادك ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة هجر الصحابة إلى المدينة فكانت المدينة أرض الهجرة وكنتم أنتم أرض الهجرتين أنتم أرض الهجرتين كنتم ولم يقل هذا لأحد غيركم أقول لكم شيئا آخر كان النغير نائما وكانت امرأة حبشية صمراء تقوم المسجد وتنظفه مات تابه المرأة وذفنها الصحابة الكرام دون أن يعلم النبي سأل عنها رسول الله أين التي كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت يا رسول الله وأين هي ذفناها يا رسول الله فقام النبي فتعا وذهب إلى المقبرة وصلى عليها عند قبلها ولم يكن ذلك لأحد أبدا 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 عربي مبين بلسان عربي مبين لكن نزل ببعض ما استحسنه العرب من اللغات الأخرى منها قول الله عز وجل من يذكرني يقول الله عز وجل يوتكم من كثليل من رحمته كثليل هي لغتكم كحصد جهنم حصد هذا اللفظ هو من لغتكم إن ناشئة الليل ناشئة هي لغتكم يؤمنون بالجد الجد هو من لغتكم الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بارك الله فيكم وكثرة من أمد